اشتركوا في القناة بس الحمد لله قدر لما شاء فعل محدش يزعل دي كورة في الأول وفي الأخر الزمالك يخسر نهائي كاس مصر بهدفين دون رد عكس سير اللقاء وشبهة بالتلاعب شهدت مدرجات جماهير الزمالك في ملعب الأول بارك أزمى قبل انطلاق نهائي كاس مصر ومنعت اللجنة المنظمة لمباراة الزمالك والأهل دخول أدوات التشجيع التي كانت رفقة الجماهير وهذا الأمر الذي تسبب في غضبهم ونجحت رابطة مشجع الزمالك في الدخول بأدوات التشجيع بعد تدخل عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك حريصت جماهير نادي الزمالك على تقديم نفسها بشكل جيد في مباراة الأهل بنهائي بطولة كاس مصر المقامة بالمملكة العربية السعودية وقدمت جماهير الزمالك تيفو رائع على شكل فرعوني مميز في إشارة إلى فارس القلعة البيضاء من المقرر أن يعود الزمالك لمنافسات بطولة الدوري ويواجه منافسه الجونة وتقام المباراة بين الجونة على أرضية استاذ الجونة ضمن المنافسات الجولة الخامسة عشر من عمر البطولة المحلية مرتضى منصور عبر فيسبوك قبل اللقاء الأهلي المستشار مرتضى منصور يتمنى لأولاده لاعب فريق الزمالك التوفيق في مباراة اليوم ويأمل أن يقدم الفريقان الزمالك والأهل مباراة طليق بوطنهم مصر من التحضر والرقي والروح الرياضية وأضاف أتمنى من جماهير الفريقين الزمالك والأهل أن يتذكروا خلال المباراة أننا جميعا أخوة نتمنى لمصر العظيمة صفراء لمصر في بلدنا الثاني السعودية العزيزة على قلوبنا ميدو مهما كنت ألعب في أي مكان لكن عودتي للزمالك كانت فكرة دائما في الذهن وتابع ارتباطي بالزمالك بسبب عائلتي كلها وتربينا على احترام الأهلي وأنه نادي كبير ولا بد أن نكون أقوياء جدا من أجل منافسته وأضاف لا يوجد بني أدم في الزمالك وأنا صغير كان يقلل من النادي الأهلي أبدا وأنا سعيد بزيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك لأن هذه العلاقة هي العلاقة التاريخية بين الناديين أحمد عيد عبد المالك كولر ساعد الزمالك في بداية المتش كتير والزمالك مستحوز وأقرب وما عنده الشراسة كبيرة والأهلي مش موجود ومستني يجي فيه جول على غير العادة ولعيبة الزمالك مش مصدقة أنها تكسب لحد النهاية وأول كرة على مرمى عواد في آخر أربع دقائق وشدد جمز مدرب محترم جدا وعاجبني أسلوبه في الضغط والاستحواز واختتم الزمالك لو معاه فروت بالفرقة دي يكسب أي حد وعند رأي أن كل لعيبة مصر في كل الدرجات ريبة من بعض جدا عقدت دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة ودية مع مجلس إدارة ناديي الزمالك والأهلي على هامش نهائي كاس مصر وشاهدة الجلسة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة حضور مجلس نادي نادي إدارة الزمالك برئاسة الكابت الحسين لبيب بالإضافة إلى مجلس الأهلي وأثنت دكتور أشرف صبحي على الروح الرياضية بين إدارة الناديين والمشهد المشرف الحالي بينهما وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة العمل على استمرار هذا المشهد العظيم قلل المباراة بين الفريقين للخروج بالشكل الأمثل الذي يليق ببلادنا مصر وخاصة أن المباراة سيتابعها الملايين في جميع أرجاء الوطن العربي وكافة البلدان حول العالم إسلام صادق عبر فيسبوك الأهلي يقتنس كاف مصر للمرة 39 في تاريخه بالثنائية على حساب الزمالك وأتم لعب الأبيض وفاز الأحمر باللقب بفضل تغييرات كولر وقلة خبرة جوميز جوزي مورينيو من دون مجازفة من جانب الأهلي من الصعب أن نقول أن النتيجة عادلة لكي نكون عادلين كان يجب أن تذهب المباراة للأشواط الإضافية وأكد الفرق الكبيرة لديها شيء سحري خاص استثنائي هناك من يسميه الحظ وآخرين يسمونه الخبرة أو حماية من السماء لكن عادة الفرق الكبيرة عندما تصل للحظات الحاسمة تفوز وزاد لم يكن هناك من جازف من أجل الفوز الأهلي سجل والزمالك لعب مباراة كبيرة سيعودون حزينين لكن بفخر والأهلي كسب لقب تاريخي إلى سجلهم العظيم في أمسية رائعة وتنظيم مميز كانت أمسية كبيرة للكرة المصرية واستطرد الزمالك لم يستحق الخسارة من الصعب علي أن أقول من يستحق أن يفوز لكن الزمالك سجل لكن الذي سجل فاز كنا نقول أن المباراة ستذهب لأشواط إضافية الإقاع كان منخفض لم يكن هناك من يحاول أن يخلق مشاكل للخص بس كده هدي كل الأكبر اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكرة المخفيفة على علبكم ادعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب القناة متشاكيني وانتعان على دعام وكن لو عندكم أي ملحوظة اصيبوهن في التعليقات سلام